اشتركوا في القناة الخبر منقول في هذا الكتاب بالاتفاق بيننا وبين غيرنا عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة شاتية باردة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عتمة عشيتها بعد صلاة العشاء يخطب بنا يتكلم بعض الأحكام على المنبر يقول فرأينا ضوءا أخضر ومثل الرعدة نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا ما الخبر يا رسول الله قال يا هذا يا صاحب الضوء الأخضر اقترب يقول سلمان فاقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن وقف بحذاء المنبر صف المنبر وقال السلام عليك يا رسول الله يقول بلسان كلنا نسمع السلام عليك يا رسول الله النبي قال وعليك السلام من أنت؟ قال أنا غطرفة ابن شمراخ من بني نجاح قال من عالم الجن يعني فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجلى لنا بصورتك حتى نراك يقول سلمان فتجلى طلع وإذا له عينان يأخذان شكلا طوليا واللون لكل عين أحمر وشعر كثيف على وجهه وأسنان من صدره ناباني من صدره وله مخالب كمخالب السباع وإذا تكلم تخرج نار من فن تصورتها بصورته خرافات يقول فما بقي فينا أحد إلا ارتعدت فرائصه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحجب صورتك عنه لقد أخفت المسلمين يقول فاحتجب رجع للصورة الأولى قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي جاء بك؟ قال يا رسول الله آمنا اللي القرآن ينص عليهم آمنوا برسول الله ورجعنا لننذر قومنا فتحشدت علينا مردة الأبالسة الأبالسة من الجن إبليس الله يقول عنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولكن هذا طراز عالي يعني طواغيت الجن يسمونهم أبالسة السلطة الحاكمة الطبقة المتنفذة في المجتمع يقول وإنا لا طاقة لنا على حربهم فلو رأيت أن تبعث معنا من يستطيع أن يصدهم فإنهم قتلوا أولادنا واستحيوا نساءنا وعذبونا وانتهكوا حرماتنا يقول بين سلمان يقول بين رسول الله يكلمه وهو يكلم النبي إذ تصاغر وصار يخرج استغاثة صراخ ولا دخل فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي التفت إليه قال ما الذي دهاك يا غطرفة قال أعوذ برسول الله من هذا الداخل يقول نظرنا وإذا الداخل علي عليه السلام نظرنا إلى باب المسجد الداخل أمير المؤمنين النبي سأل قال يا غطرفة شايفين الله لما يسأل موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى يقول له وما تلك بيمينك يا موسى يريد أن يلفت الأنظار إلى أهمية العصر رسول الله يقول له لماذا تخاف من علي بن أبي طالب عليه السلام وهل كنت تعرفه قبل قال بلى كنت يا رسول الله ممن عاصر نوحا للنبي سلام الله عليه وجهزنا إبليس لقلب السفينة لخرقها حتى تغرق بمن فيها فكنت أول من دخل إلى السفينة وإذا نوح علق وهذا إلى اليوم الآن موجودة اللوحة في المتحف البريطاني مع الأسف الشديد أنا ما جئت بها بتصويرها إن شاء الله لها ليلة في أيام استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام أريكم اللوحة صورتها والمخطوط عليها ما هو مكتوب عليها وجدوها نقبوا ففككوا مرموزات هذه اللغة فوجدوا فيها أن نوح عليه السلام يستنجد بالخمسة الأشباح أنت المحمود أسألك بحق محمد وأنت العالي وأسألك بحق علي وأنت فاطر السماوات والأراضين فأسألك بحق فاطمة وأنت المحسن أسألك بحق الحسن وأنت قديم الإحسان أسألك بحق الحسين إلا ما حفظت من في هذه السفينة ونجيته قرار صلي على محمد وهذه محمد فيقول قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تعرفه؟ قال بلى كنت في السفينة ونوح الشكل استنجد واضح هذه اللوحة واستنجد بهم وإذا بفارس من خلفي ضربني بسيفه على رأسي فصعقت صعقا أدخلني إلى الأرض السابعة السفلة قلنا أنه عندهم طبيعة يخترقون المسامات فدخل في الأرض السابعة السفلة يقول فلما أفقت من غشوتي وإذا به ينكب على صدري فقلت أستغيث بالله منك قال إياك أن تعترض هذه السفينة وغاب عني اليوم أنا رأيت صورة هذه يقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا خبر نقله غيرنا أيها الأخوة النبي تبسم ونظر إلى علي عليه السلام قال لقد صدق غطرفا يا علي لقد أيد الله بك الأنبياء سرا وأيدني بك جهرا فقال له رسول الله طمعا غطرفا قال لا تخف فإنك على ملته أنت مسلم الآن رسول الله نادى في المجلس من له قدرة على معرفة لغة غطرفة ولغة قومة ومعرفة ما أريد أن أقول لهم من تبليغ رسالي ومعرفة بطرقهم طرق التي تخص عالمهم من عندما أقدر هذا الشكل يقول فقام علي عليه السلام قال أنا يا رسول الله رسول الله قال انطلق إلى دارك وودع فاطمة والحسنين ثم ارجع إليه فعلا ودعهم ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أخذ يقول سلمان سوى ذي الفقار أخذ ذي الفقار أخذه معا يقول رسول الله التفت إلي إلى سلمان قال يا سلمان اتبع علي عليه السلام امشي معا يقول فقلت السمع والطاعة رافقت أمير المؤمنين قال اعصب رأسك شد عيونك عن الشكل يقول فسرنا من عتمة الليل هاي بعد العشاء ساعات إلى أن قال لأمير المؤمنين عليه السلام أمط اللثام النقاب ميلة يقول أردفني على الناقة خلفه يقول أمطت اللثام وإذا أنا بواد عظيم الصور مختلفة الأشكال غريبة يقول فقام علي عليه السلام وأذن للفتر وتقدمنا أنا سلمان يقول تقدمنا أنا وغطرفه وجماع من الجن فصلى بنا الفتر يقول بينه هو يصلي أمير المؤمنين عليه السلام اسمع إلى نصه بالكامل هذا نهاية القصة صلى بنا الفتر ثم قام خطيبا في الجمع هذا المؤمن ثم قام خطيبا فخطبهم فاعترضتهم ردة الجن هؤلاء الذين كانوا يصدرون دويا ونحن نصلي فاعترضتهم ردة الجن منهم فأقبل علي عليهم فقال أقبل إلى الملحدين فقال أب الحق تكذبون وعن القرآن تصدون وبآيات الله تجحدون ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم بالكلمة العظمى والأسماء الحسنى والعزائم الكبرى والحي القيوم ومحي الموتى ومميت الأحياء ورب السماء يا حرسة الجن ينادي على حرسة السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا علي ينادي هؤلاء يخاطبهم يأمرهم يحركهم يا حرسة الجن ورصدة الشياطين وخدام الله ويا ذوي الأرواح الطاهرة اهبطوا بالجمرة التي لا تنطفئ والشهاب الثاقب والشواض المحرق إلى آخر ما استنجد به يقول سلمان فأحسست بالأرض من تحت ترتعت وسمعت في الهواء دويا شديدا ثم نزلت نار من السماء فصاعق كل من رآها من الجن وخروا على وجوههم وسقطوا على وجهي فلما أفقت نادانا علي عليه السلام ارفعوا رؤوسكم فقد أهلك الله الظالمين ثم عاد لخطبته مع المؤمنين فلما أتم خطابه أخذنا جميعا إلى بئر عميق نزل هو والجن وغطرفه وأمرني أن أبقى فمكثت عند البئر ثلاثة أيام وأنا أسمع أنواع الأصوات وأرى شرر النار يتصاعد من رأس البئر من فوهة البئر خرافات يقول فأهرب إلى تلة ثم إذا هدأت الأصوات جئت إلى رأس البئر وصحت أي علي أي علي كلمني يا أبا الحسن أحي أنت أميت قال فلم يجبني وبعد ثلاثة أيام هدأت الأصوات وانخمدت النيران فقصدت فوهة البئر وإذا اطالع ذو الفقار يقطر دمان وعلي عليه السلام وبه جراحة على رأسه صلى الله عليه وسلم فأخذني ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسول الله ينتظره عند باب المسجد فاحتضنه وضمه وقال أنت مني وأنا منك ثم أجلسه وقال يا علي حدث المسلمين بما رأيت فحدثهم خرافات 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 هذا بعد مقام قرآني لعلي عليه السلام نفس رسول الله رسول الله أثبت القرآن أنه حاكم على الجن علي أثبت القرآن أنه وارث رسول الله علي أيضا إمام الجن صلى الله وسلم ولذلك من المستحب في الشدائد أن نندب علي عليه السلام ساتش خرافات ساتش خرافات اشتركوا في القرآن uhelia